أصدقائي سلام عليكم أمودلكم طيبة في أفضل أحوال كيف ترون الحصة اليوم إن شاء الله نحن في الحصة 30 سنرى الموديل بالنسبة لأصدقاء الفصل الأول سنرى الحصة التي كانت فاتت في هذا الموديل هذا الموديل مكان النطق سنرى حالة النطق صراحة الكثير من الأصدقاء تلفوا في هذا الموديل كونوا أكيدين أصدقائنا هذا الشيء عادي جدا لأنك أول مرة تتلقى مع شيء عند علاقة بالساونز عند علاقة بالفونيتيكس لا تخلع مواله عادي جدا هنا في مزال الأصدقاء يدخلوا الفيديوهات يعني يكتروا من ديسلايك ويخرجوا منهم مسترسين ولم يحملوش أي شرح كيف ما بغي يكون لا يقنعوش وهذا الشيء عادي وطبيعي جدا غير ما تنسك عليه هو تعقل على التاغم وتفهم يعني لا تحاول تحفظ هذا الشيء وكيف ما كنعرفه practice makes perfect انت نوفيس يا الله بيجينر يعني ما محتاج منك واحد ستريس باش أنك تحاول تجاوب ولا نفرض عليك أن هذا الشيء يعني كيف ما نقوله هو كل شيء يحتاجك تفهم 100% إلا فهمت واحد 50% 30% اللي فهمت اللي يجعل البراكي كما نقوله قادي الغرض غير مهم أنت أو أنت حاول تعرف تقلب يعني تكون تعرف تقلب وتعرف تبحث ودائما نخدم على شيء حاجة اللي عنده علاقة تكون simple يعني بسيطة وحتى لقيت هذا الشيء صعيب دعوا واحد الbreak تنفسه وعود رجع مرة أخرى ومع الوقت ستفهم أنا بغيت نبسط لك هذا الشيء لأنني دايجها الحصة اللي كانت ديز في الموضي لهذا كنت قدرت part 1 اللي كان شاف معايا وبذلت الأصدقاء يعني دروا لي تعريق كنت قدرت في واحد ال introduction يعني يعني تفوني تيكس قدرت في ذلك شيء قدرنا على حفون على ال vowels قدرنا على ال consonants قدرنا على place of articulation قدرنا على المانور ولكن ذاك شيء كان يعني مخلط في واحد فيديو في ثلاثين دقيقة اللي بغي رجع لها مزيان ولكن ذاك كان introduction ذاك نجزئنا في هذا الأمور باش تفهموا اليوم نشوف manner of articulation هو حالة النطق اش كان قصدوا بهذا manner of articulation اصدقائي نبغي انكم تركزوا معايا مزيان باش تفهموا manner of articulation هو حالة التيار الهوائي المصاحب لنطق واحد الصوت معين ذاك انت او انت ركز معايا مزيان اشترا غادي بحل لك يقول لك انسان خبيرة اوك انت او انت لفهمتي place of articulation مكان نطق وقدرنا على ذلك الشي قبل اوك كنا دوينا عليه رجعوا للدرس اللي فات ذا بغا تقدر تفهم manner لانه من كلك تفهم manner انت ما فهمش حتى كان عارفوا المكان مني غاي خرج اوك كيف ما نقوله النطق عاد كان عارفوا الحالة او الحالة الهواء المصاحب للنطق لان الشي دا بغا ديبوح تسلسل اللي هو طبيعي خصو يمشي بحلقه دا بانت فهمتي ان manner of articulation غسلوا معي بشو غا تفهموا هو حالة تيار الهوائي وهذه يصطلع عليها مزيل لانه هي المهمة هي important note المصاحب لنطق الصوت علاش؟ لانه هنا فهذه الحالة when we talk about the manner of articulation we talk about the stream of air يعني ذاك ال air flow يعني التدفق الهوات الهواء that accompanies يعني اللي كي يصاحب او للي كيمشي مع ال pronunciation of the sound يعني اللي كي يصاحب نطق ديال الصوت ماشي ال letter كينفرق ما بين الحرف وال sound لهذا دائما نتلقى كلمة stream كتعود air flow اوكي دائما هذا التغم air يعني دائما كيتعود لو بركز معهم زيان وغادي تفهم اوكي بيرفكت نبدأ مع اول حالة وهي stops ركز معهم زيان وصلوا معي ضربة ضربة ممكن تفهم ممكن تفهم شوية ممكن تركز معي stops كيفما كتشوفوه هما الوقفية ماذا نقصد بها we block the air flow briefly then let it go appropriately يعني كتنتج هذه الاصوات ساكنة عن طريق منع اوكي نشرح لكم اوكي بالعربية تفهموا تدفق الهواء انتذا بنا نشرح ان تعيش معي كيف نقصده بطريق منع يعني منع تدفق الهواء يعني الهواء لا تجعله يخرج ثم تركوه بشكل مفاجئ تجعله بشكل مفاجئ ممكن ايضا نسميهم explosive يعني انفجارية يعني يعني انفجار يعني كيف نقوله منع الهواء ومن بعد تجعله يخرج بشكل مفاجئ هذا هو المعنى ديالها بالنسبة لهذه الكلمة اللي ما يفهم شنو كان قصده يعني بشكل مفاجئ اوكي بشكل مفاجئ اوكي اذا ده من نسبة لنا الحرف اللي كتشوفو لنقضلو فور اكزامبل افوا نقولو الساونز اللي عندكم ادنا ما نقولوش بي هدو طبيعة حالة اللي بك نشوفو الساونز هنقولو ب ب ت د ك وهذا كيف ما كنقولو ج ك ب ب ت د ك ج ؟ كبرا نفهم كيف ما كتشوفو عندك لنك أzh ب ب ب ب بت كimportant هوا ومن بعد كتلق ده ال براكسيس ب ب ب ب ب ب خرج بحالف الاخدение اخذين Stick ha اقولو مسلا د تايبل ماذا د Azi أنا اركب العم sobre يعني كأن نضعه على الد باع يعني الدور أو يخرج يعني دار واحد الانفجار مثلاً غاوردن كيف ما يجب أن يقول غاوردن غاوردن يجب أن تشعر في الأول لكن نتعقل عليها بطريقة نظرية باش تفهمه ومع البراكس سوف تفهمه لكن بزايا من الناس يضرب بلانجلي ولم يكونوا معارفينه اشترك بطبيعة لأكاديميا لا يفرض شي عليك أن تكون في الستبوكين إذن فهمنا الوقفية هدنا نمبر تو أصدقائي هما اللي كنسميهم الفريكاتيفز يعني الإحتيكاكية بلغة العربية أشي نقصده بيهم يعني هي واحد أصوات كتنتجها لشنو كتحبس ولا كتعرقل هالشي اللي كنقول العربية غالي تنتعنا كندوين تحوو تفكر كيفاش يعني كنقصد بها شي كتحبس ولا كتعرقل الهواء وكتخلي واحد الفتحة صغيرة يخرج منها الصوت يعني ان句ات تحلي يخرج منها الصوت هي اللي كتدي الوحد النوع من الاحتيكاك كتدي الوحد النوع من الاحتيكاك وأنا أعود أن أعود وحدة ثمانية ديال الأصوات ديال lsounds كيفما كتشوفو رمemaker عنهم باللون قدامكم والله هما th هذه الصوںale التي ترى ومعγοكم يeriaد unsung وعدنا س وعدنا ش وعدنا ذ وعدنا ذ ز ج إلا أخذنا الإجزام بوز هنقوله ف فش أوكي ذ ذوز ف فايف يعني إش كان قصده بأنه كتحبس وكتعرق لهو عند واحد الفتحة صغيرة هذيك الفتحة يعني الفم ديالك يكون وفي واحد دوار يعني منك تقول ف ركين واحد دوار صغيرة في فمك منك تقول س كين واحد دوار ديالك الفتحة الصغيرة منها كيخر الصوت وكيوقع واحد لحتيكة كدول معنا أنت إلا قلتي مثلا ف يعني الفم ديالك كيتجمعه كتخرج هذا الصوت كتقول ف فش ذ ذوز يعني الفم ديالك كيتجمع كلهم كيتجمع فيه مثلا ستيدنت أوكي مثلا نقول فر اكزامبول فيبريشن مشا مثلا فر اكزامبول زيبرا مثلا كادجوال يعني ديالك آخر ساوند كيف مما كتشوفه هذا هو المعنى ديال فريكاتفز يعني الاحتكاكية أوكي إذا بغنا نشوفه نمبر ثوي اللي هي كتسمى أفريكاتس يعني الساكينة يعني الساكينة أشك نقصده بها أكوانسانات بيوست باي ستابين دان ريليزن ديال فلو ثرو نرو اوبنين يعني واحد الصوت ساكين كينتج عن وقف كتوقف يعني كنظره اللي هو ثم يعني يوم بعد كتخلي الهواء يتدفق يعني كنقوله الإفراج عن تدفق الهواء من خلال واحد الفتحة ضيقة ولا صغيرة وهنا كيتكون مجروج ديال الصوتين يعني مجروج ديال الصوتين يعني صوتين اللي هما أوكي كيفما كتشوفه ج و طبيعة الحال هذاك سي ايش في الكلمة اللي هي اوكي اذكرها كتخرج تش لهذا كتبنا ذلك ت وش يعني تش طبيعة الحركين وفتحة صغيرة كتكون في فم ديالك ولا مثلا ج جيب يعني اللي هدرتها كتشد يعني الشافتين كتخرجون شوية والهواء كيتدفق يعني كتوقفه عند تش كتقبطه ومن بعد كتخليه خرج من الفتحة تش جيب مع البراكتس غتفهمه دعا باخدوا هذا الأمور هكا نظرية عقلوا عليها مزيان نقوله أفريكتس أوكي هما الساكينة جيد دبعنا مجرد نشوفه نيزولز طبيعة الحال نيزولز هما الأنفية يعني أنفية أشكن قصدو بها موسيقى 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 يعني طبيعة الحال هاتس الأصوات يتم الإنتاج ديالها لما أدام الأصوات شفاويا هنا من يسمى الرفع لها يعني رفع لها طبيعة الهات نعني الهادية التي هي الفلوم وكتمنع تدفق الهواء من الدخول جوي في الأنفي يعني كانت جوي في الأنفي وهنا عندما تنخفض الهواء يعني منه تنخفض الهواء كيسمح الهواء بالتدفق عبر عبر الأنف لهذا كنقول لها نيزولز وهنا كتتكون من ثلاثة هذه الأصوات اللي هي موسيقى إذا قلت موسيقى أرى لها تطلع وتطفق الهواء يعني تمنع فون التطفق الهواء من الدخول يجب الأنف تحبسه وعدنا 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 هذه آخر واحدة هي من يجب أن تكون الأن مع بحال محل دائما يخرج هذا الصوت كيف يمكنك أن تشاهده هذا الشيء الذي نسميه هذا النوع أصوات تنشئ عن طريق الأنف وكأكزامبول كيف يمكنك أن تشاهده عندكم أولادنا نقدمنا مورنين مورنين ولا فور اكزامبول نتين 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 كنتق نتين وحتى الانجا نقول نتين جيد بيرفكس دا بعد يمشيون نشوف أصدقائي نمبر فايف اللي هما اللي هما اللي كويتس يعني كتسمى الإنسيابية أو السائلة هادو كنقول لهم الساوز أصوات كتنتج بواسطة مثلا السامح بتدفق الهواء حول جانبي أوكي يعني جناب ديال اللسان بحيث أنه كيصبح طرف اللسان قريب اللي ما يسمى بالكي نقول لها فور اكزامبول فور اكزامبول فور اكزامبول فور اكزامبول كيكون قريب لها الاصل إنسيابية آخر واحدة عدنا اللي هما أوكي نتمنى أن نعقلوا عليها لأنهم مهمين وكاين اللي نقدروا يسميهم أصلا حتى أنه آخر اللي هما أكزامبول أوكي قريب اللي هم الأبروكسيمنز غير الأبروكسيمنز كنزدوا واحد الليتر آخر ولا واحد ساوند اللي معناش هنا نشوفوا الغلايتس بعدها هما واحد sounds produced with the tongue أوكي يعني كنقوله produced with the tongue in motion or from a vowel sound also called semi vowel يعني هي واحد الأصوات اللي كنجي بواسطة حركة الليسان كتكون واحد حركة دي الليسان مِن وإلى يعني كتكون مِن وإلى نشرقنا to or فور اكزامبول أوكي مِن وإلى صوت حرف العلّة كنجدو بقى أصوات الحرف العلّة مشي كندرو فور اكزامبول للحرف الأخرى كما أنها أحيانا كنتسمى كيف مجناء بسمي فاول يعني كنظروا على الفاولز الحراف اللي هما الفاولز حراف العلة اي شبه والاقريبة للحراف العلة هنا عدنا جوج ديال الصوتين اللي هما كيف ما كتشوفوا عندنا و و عندنا ي هذه او يعني كنقوله وي ويت كنقوله او بالنسبة لهذا الكيبال لكم بحال جاي هذك الاركيخ الصوت اللي هو اي يعني كنقوله يس ولا مثلا يو بالنسبة لأبروكسيمنت زيد عليهم غير او غير ولو أبروكسيمنت لهذا بزادة الاصدقاء كنقولولي اعفاكرا هدنا برابلم بالنسبة لفلاب بالنسبة لأبروكسيمنت بالنسبة لقليد ما كانش برابلم فقط اعقلع للاصوات اللي كتشكل لكل for example مانر نوع عفوا وهكذا غادي تضبطهم كاملين اصدقائي انت من اني كنت وفقت ان اني وصلت لكم الفكرة عفوا افهمتوا هالشي بطريقة بسيطة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة